السلام عليكم ومرحبكم أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات في هذا الفيديو جديد لتنشبنا من خلاله أنه يلقاكم بأحسن صحة وعفية وتكونوا إن شاء الله كمين بخير وعلى خير فما ننسوش نبدأ الفيديو دينا بصلاة على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمدين وعلى أهله وصحبه أجمعين فالفيديو إن شاء الله اللي كان قدامنا اليوم هو العروض دي لنهار الجمعة تسعود في الشهر يعني تسعود دجمبر هات الجمعة هذي اللي قدامنا فعطلشهم عليكم فأول حاجة كم غير أعتقدر منكم كيف كنتوا عارفين كنت شوية عين والحمد لله دابا شوية لباس كنشكركم أيضا على الدعوة دي لكم لنا بشيفاء فشكرا لكم كاملين وأيضا على المساندة دي لكم فالفيديو كيف قلنا غدي يكونوا فيه أحد العروض اللي هي وطنية وغدي تكون في جميع محلاش بيوم مغرب يعني أي محل دي لبيم غدي تلقوا في هذا العروض ماشي بحل العروض اللي كانوا مؤخرا هاد الأسابيع اللي فاتش فكانوا فيهم تخفيضات فهدو يكونوا في بعض المحلات اللي هي كبيرة وكانوا في بعض المحلات اللي يجيبوا غير نصلي لهذا الشي فما نطورش عليكم بداو على بركش الله هنكتشفوا العروض أشنو كينفها فأول حاجة كنا معنا قارورات دي لأطفال فهدو فيهم دي دي زين اللي هما خاصين بالأطفال فيهم أروس وما تزوين وكان أيضا بنسبة لهاد القارورات معهم لاباي دي لهم وكي يزور بعمية شميلي ليلتر يعني يجيان سيدرون بنسبة لتامن دي لكلة وحدة فيهم كتجيب سبعة دراهم اللي هي مية واربعين ريال من بعد كين معنا حتى وحد بخوطاج دي اللي بغوص هذا أو لواقف ورشات الأسنان فكي يجي وجوج على شكل باك وهادو الديزين دي لهم على شكل مثلا بحل شكل دي لدارسة ففيهم الويناش مختلفين وبالنسبة لهاد البخوطاج هادر هذه البلاستيك فهنا هي صورة أوضح كتر يعني رأى خاص بالفرشات دي الأسنان فهدو يأتي على حساب مثلا الوليدات دي زين خاصة بالوليدات وبالنسبة لتامن دي لهادو يأتي بسبعة دراهم هما بجوج بيهم فكيف دي لنا جوج دي اللي بخوطاج كي يأتي بسبعة دراهم اللي هي مية واربعين ريال هناك وحد سنتر الخاصة بلي بونطانو والحامل دي لسراول فكيقدر يهزلكم ربعات دي لسراول ويقدر يهزلكم حواجات آخرين فهنا يوجد صورة وضيحية عليه فكيف كنت شوفه هناك كيقدر يهزدر بعات دي لسراول وقدر تدروفي ايضا حتى مثلا غرافاتات او اللي حتى الصمتات بالنسبة لهذا فدروري ما تقلبوه واش بلاستيك دي اللي صحيح او اللي حنتي لك البلاستيك دي اللي وضعيف رايزلكم غير جوج دي السراول ويقدر يتهرس ونخذكم دروري ما تقلبوه واش يعني صحيح بالنسبة لخدمة دي اللي خدمة مزيانة فما غديش يشد لكم ليس باس ويهزلكم كيف قلنا ربع دي السراول في دقة واحدة فهدي حاجة زغوين بالنسبة لتامن دي لهادت يجيب 15 درهم اللي هي 300 درهم من بعد كيني معانا ايضا حتى واحد ربعات دي اللي بيل بالنسبة لهذا فكي يجو على شكل دي اللي حلا نقوله مغارفة او مع القبر ففيهم جوج ديال ريوسة فيهم واحد كبير واحد صغير في الجنف فهدو كتقدروا خدموا بهم مثلا فمني كتبغيتش يزول مقادر ديال العجينة والحلوية فكيف قلنا هدو ربعات دي اللي بياس كل واحدة فيها جوج ديال ريوسة يعني تمانية ديال الريوسة مختلفين وبالنسبة لتامن ديال هادو باربعة فهدو كيجو بسبعة درهم اللي هي 140 ريال فهدو تماما رهم ديال بلاستيك من بعد ايضا كي المعانا حتى واحد الاختيك اللي خاص بلاي بي 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 خاص بالوليدات الصغر فهذا هو البود طوالت اللي خاص بلاي بي 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 او كيف كنقلوليه باللغة ديالنا بدرجة ديالنا يعني القلاس كيجيب الويناش مختلفين اللي خاصين بالبنات والخاصين بالولاد وايضا فيهم محتارة الصمات في الدهار ديالهم فيما يخص تامن ديال هدفة جيبينو ب30 درهم 30 درهم يعني 600 ريال فهذا الهدفة يكون مهم بالنسبة لوليدات اللي هم صغار بش هكا مع الوقت كيبدي يتحلموا انهم كيمشيوا لطوالت بوحدهم فكيف قلنا التامن دياله جيبينو ب600 ريال من بعد ايضا كينا معنا حتى واحد الابريق ديال الشي فهذا لكافيسيتي دياله فكيز قريبا واحد ايطر وستمية مليلتر يعني ايطرونس فيت ايطرونس فهذا الغوفيت مو دياله بالقرانيش هو ديال الالمينيوم ومغلف بالقرانيش بالنسبة للمارك دياله ولمارك ديال الشاف اللي هي معروفة في المقالي فماركة زوينة ولكن كينو احتحفظ بالنسبة لهاد اللي زاختيك اللي كيخونو بحالات شكل فكينو الناس اللي كانوا يجربوا مثلا العسارة ديال القهولي كافي تير كانوا مغلفين بالقرانيش من علاب الرافة بمجرد ما كانوا كي يطولوا فوق العافية فكينو الناس كيخدموا بيهم بزا فوق العافية فكينو كي تقشر هذي الغلف ديال القرانيش اللي كان على برا فتنتمنى الناس ايضا اللي يجربوا بحالات اللي زاختيك لهادو عطونا تجربة ديالهم ويشاركوها معنا بشاكل ناس خلوين يستفدوا بالنسبة لهاد امراق ديال الشيك يدير مية وثلاثين درام ليه الفين وستشمية دار وهناك هنا معنا واحد كوي ذورا فاور كاش بين عليها الى الطبخ بالبخار حناك مني كنسمعوا الى الطبخ او لا الى فكنا نعرفوا بما شي حاجة تشختم بالطفة هذي اللي يدير بالعكس هذي غير عادية يعني بحالة نقولوا برما بكس كاس ديالها هذي نشوفوا هذي مناش مصاوبة ايضا فهذي في الديامتر ديالها هي عشرين سنتيمتر يعني قديش تكون صغيرة وبالرغم من دكشيرة ما كاش بينش حركة الزمن ايطره فيما يخص هذي مناش مصاوبة مصاوبة واحد لاسي ايمايي تتقدروا تحطوها العافية بطبيعة الحال اي عافية كيفما كانت يعني مجهدها يعني عادية فما تخافوش عليها فيما يخص الداخل ديالها رأتها هي اللون ديالها بالحمر وراءها ما كتلصقش تلك كاتبين عليها وفيما يخص الغطاء ديالاتها وراء اسي ايمايي وبالنسبة للباني ديالها والكس كاس ديالها رأت ديال الزج بطبيعة الحال وراء كي يقاوم درجة الحرارة العالية لانه مصاوبة على قبل الشيء كامان ديال هذي الكويزورة فكتجيب ميتين وخمسين درهم لهي خمسة الاف ريال وهنا اهم حاجة كنا معنا في الكاتالوج هي هذي البلاكت كويصون ديال اينوكس وهذه فيها خمسة ديال ريوصة ديال الجاز اهم حاجة كيف كتشوفو هنا فاء يعني السويرتات ديالات يجوا فالقدام ديالها وبالنسبة احت اللي الراس الكبير Clark يجي فى الوسط انك تلاحطيتو شي طنجرة كبيرة ولا مقلة كبيرة فما تخافوش ديك السخون او abre ترجع الى هذه الصورة يعني ما تخافوش عنهم انهم ما يتحركوا فهنا مش بحال يكونوا في الجنب فقد قدرت وصلهم لعافية بالنسبة الريوصة بربعارة هم ديال القاز ما كنشي واحد فيهم ديال الطق حانش كانوا كيجيبوا اللي كيكونوا فيها تلاتة قاز وحدة ديال الطق اما هادي فكيف قلنا بخمسة بهم ديال القاز مع الاسف ما حقنش لي نشحل فيها في لديمونسيون دياله باش هكا نزيدهم نعرفوا واش البلاس اللي غا تكون عندكم ماشي كافية بالنسبة فيها ايضا حتى سيكيريتو ديال قاز و اوطو يعني انت يقدر يكون فيها الكابل ديال الضغط تقدروا تخدموا بها يعني تشعلوها دياليك شبل بريقا بالنسبة ال تامان ديال هادي جايبين بألف درهم اللي هي عشرين الفريال تامانت يبقى تامان مرتفع فكانوا هادوما العروض اللي غا تكشاشفوا ان شاء الله عند محلت ديال بمتداء من هاد الاصبوع هادوما هاد الجماعة اللي قدامنا ان شاء الله نهارت سعود بشهر غا تكونوا كيف قلنا عروض وطنية غا تكون في جميع محلات بيام المغرب اللي قريبة منكم ان شاء الله فتمنى هالفيديو هادي يكون عجبكم واشترح ديالي يوم يكون عجبكم فما تبخلوش ان دائما متشجع وتعليق الزواني اللي كتخليوني هنا وتمنى اطلاقكم ان شاء الله يوم غاد في فيديو جديد في عروض جديدة ورقاكم بأحسن صحة وعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة